السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح ناخد درس جديد بإذن الله قبل ما نقدر في الدرس يرات تنضمون لقناة تلي بران موجود رابط القناة تحت في صندوق الوصف طيب which animal is it which animal is it طيب راح ناخد اليوم زي حزورة راح نقول صفات حيوان وانتي راح تحزرين اي حيوان من هالي الحيوانات نقصد أول حاجة it's just and huge they crash and chew it can walk and swim it can hunt for food their skin is green their eyes pop out they can jump and dive they are loud and fun طيب نعرف ايش معنى هذا الكلام it is just and huge طيب they crash and chew it can walk and swim it can hunt for food طيب ها huge يعني ضخمة طيب ضخم huge they crash يحطمون and chew يمضغون الطعام ويحطمونه can walk يمشون and swim يمشو يسبح walk and swim it can hand for food يصطل عشان يأكل للطعام اي حيوان من هذه الحيوانات هنا نقصد عملاق ينضغ ويحطم الطعام يسبح ويمشي الاثنين مع بعض كمان يصطل للطعام عشان يأكل طبعا crocodiles crocodiles اللي هي التماسيح طيب نشوف الحزورة الثانية their skin is green جلدهم أخضر green skin يعني جلد their eyes pop out their eyes pop out العينا جاحظة يعني إيش معنى جاحظة يعني خارجة كده اللي برا they can jump and dive يستطيعون الغوص والقفص كمان they loud and fun يعني مريحين ويسوون بعض اللي هو الضجة والصوت إيش هما مين هاذا الحيوان نقصد طبعا frog ضفدع frog اسمه يلا نعيد مرة ثانية it jaws and huge they crash and chew it can walk and swim it can hand for food their skin is green their eyes bob out they can jump and dive they are loud and fun again one more time it is jaws are huge they crash and chew it can walk and swim it can hand for food their skin is green their eyes pop out they can jump and dive they are loud and fun in way أحفظ كويس اللي هو صفات الحيوانات. قلنا الحيوان الأول اللي نقصده بالجزء الأول كركوديل التمساح. أما الجزء الثاني فنقصد فرق ضفده. listen point and circle yes or no practice in pairs. طيب هنا عندي حيوانات ورح نحط yes عند الصفة اللي تمثل الحيوان. طيب can ostriches ostriches اللي هو هذا الحيوان أسمي ostriches run. طيب هل تستطيع انها تجري? نعم تستطيع. طيب can they fly? can they fly? هل يستطيعون الطيران? can? لما تبدأ بالسؤال فبداية السؤال هنا معناه هل يمكن? can they fly? طبعاً نو ما تقدر الطير. طيب ننتقل لي kangaroo. kangaroo اللي هو الكنغر. can kangaroos fly? no ما يقدرون يطيرون. طيب can they jump? yes. can jump? يستطيعون القفز. طيب can baller bears swim? هل يستطيع اللي هو الدب القطبي السباحة? yes. طيب can they speak? of course no. ما يقدرون ايش يتكلمون. speak يعني يتكلم. إذن can ostriches run? yes. can they fly? no. can kangaroos fly? no. can they jump? yes. can baller bears swim? yes. can they speak? no. طيب. ostriches can run but they can't fly. ايش معنى هذة الجملة? هنا معناتها انه اللي هو هذا الحيوان يستطيع الركض لكن لا يستطيع الطيران. طيب لما بدي اقول لكن اقول but. but يعني لكن. يستطيع can. لا يستطيع can't. الان رح نكتب عن الحيوانات الاخرى اللي هو kangaroos. can ايش? jump. تستطيع القفز. but. ايش ما الشي اللي لا تستطيعه? can't fly. can't fly. لا تستطيع الطيران. آخر شي عندي حيوان. polar bears اللي هو الدباب القطبية. can't swim. but ايش? لا تستطيع ايش? but can't speak. اذا نعيد الجملة. ostriches can run but they can't fly. kangaroos can jump but can't fly. طيب. polar bears can swim but can't speak. اذا بات هنا هذة الكلمة او هذة الاداة استخدمها لربط بين جملتين متضادتين. يعني can't and can't. خلاص? but بمعنى لكن. طيب الحيوانات هنا. او. ostriches. kangaroos. polar bears. polar bears. advice time. a mosquito can make a lion's eye bleed. يعني البعوضة. mosquito اللي هي البعوضة. can make lion's eyes bleed. تستطيع انها تخلي عيون الاسد تنزف. يعني هي صغيرة ولكن مع ذلك تقدر التأثر والضر الاسد. mosquito can make alliance eye bleed. طيب هذا بالنسبة للصفحة الاولى. ننتقل الان للصفحة الثانية. في الصفحة الثانية عندي هنا اللي هو اربع مصطلحات. استخدم هذه المصطلحات للتعبير عن الطقس. او حالة الطقس. اول مصطلح. sunny بمعنى ماطر. sunny عفوا. مو بمعنى ماطر. sunny بمعنى مشمس. cloudy غائم. cloudy معناتها طائم. اما rainy بمعنى ماطر. snowy بمعنى مثلج. يعني الجو فيه ثلج. راح احط في كل فراغ المصطلح المناسب على حسب الصورة. هنا في على حسب الصورة ايش هاحط. sunny الاول. اذا هنا نكتب sunny. انا حطيت الرقم ولكن انتم اكتبوا كلمة. sunny. it is sunny and hot. sit in the shadow. shade and talk. طيب عندي هنا اللي هو shadow اللي قصد في الظل. طيب رقم اثنين ايش هاحط من الصورة. cloudy يعني ايش غائم. اذا نحط cloudy. غائم. it is cloudy and gray. there is no sun today. ما في الصن اليوم. there is no. لا يوجد. طيب. هنا ايش هاحط. rainy. it is rainy and wet. we are not there yet. جو رطب وماطر. ونحنا بعد ايش ما وصلنا. طيب. it is ايش هاحط آخر شي. it is snowy. it is snowy. and cold. don't catch a cold. طيب. يقول هنا انه الجو مثلج لا تاخد اللي هو برد. لا تاخد برد. طيب. it's cloudy and cool. get out of the pool. pool يعني اللي هو المسبح. يقول لي انه it's cloudy. غائم. and cool. بارد. get out of the pool. pool اللي هو المسبح. pool. okay. talk about the weather in your town. تكلم الان عن الطقص. كيف حالت الطقص. هل هو عدكم sunny. cloudy. rainy. ولا snowy. هاده البنت تقول. it is sunny and very hot in summer. كده الطقص في مدينتها. انتي تكلمين عن الطقص في مدينتك. هل هو sunny. cloudy. rainy. ولا snowy. hot. ولا cold. wet. ولا ايش الوضع. طبعا لما بدي اقول ان الجو بارد. اقول cold. لما بدي اقول حار. هقول hot. اذا cold. و hot. طيب كده نكون خلصنا الدرس. ايدوا الفيديو. حتى تفهمون الدرس بشكل كويس. لا تنسون الاشتراك بالقناة. وانشروا مرابط الدرس على زمرائكم. عشان هما كمان يتفهمونه. اعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.